السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انتفاضة برلمانية لمحاسبة وزير التعليم بسبب منهج الصف الرابع الابتدائي بحضور لجنة متخصصة دخل مجلس النواب في أزمة مناهج الصف الرابع الابتدائي بعد شكاوى العديد من أولياء الأمور بصعوبة المناهج على أطفالهم خاصة المواد العلمية وطلب عدد من النواب بضرورة استدعاء وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوئي لمناقشة سبب صعوبة المناهج المقررة على طلاب الرابع ابتدائي وضرورة محاسبة المتسببين في ذلك فيما فتح بعض النواب ما كاتبهم لتلقي شكاوى أولياء الأمور طالبين الحصول على نسخ من منهج الرابع ابتدائي لبحثها مع أساتذاء متخصصين وكان الدكتور طارق شوئي وزير التربية والتعليم عرب في أكثر من حديث له عن السيائح من موجة التشكيك والهجوم المستمرة على المناهج الجديدة للصف الرابع الابتدائي قائلا أن مناهج التعليم الجديدة وبالأخص طلاب الرابع الابتدائي هي أفضل ما أنجزته الوزارة بكل المقاييس العلمية العالمية وأكد الوزير أن الانتقادات هي جزء من عملية ممنهجة لإفساد تطوير التعليم المصري ترجمة نانسي قنقر